بين أجنحة الطبعة السادسة للمناولة الصناعية فضلت سونطراكا تحضر بأكبر جنح في فعالية التظاهرة في خيار يعكس بوادر استراتيجية المجموعة الطاقوية العملاقة في توطين خدمة المناولة محليا بمنح حصة معتبرة من سفقاتها لشركة الجزائرية سونطراكا من مهمها الأولى أو أهدفها الأولى هو إنعاش الاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية الاقتصادية فلهذا شاركت في هذا الجيست 21 وحضرت بقوة بكل الإطارات تحصى سونطراك هنا وحتى تساعد في سياسة ترقية ترقية المحتوى المحلي الوطني وهذه الاستراتيجية الجديدة لسونطراك لترقية المحتوى المحلي محاولة من سونطراك حتى ترشيد التكلفة وإعطاء دفع للشركات الجزائرية الوطنية والشركات الناشئة وتطمح المجموعة عبر استراتيجيتها الجديدة لوضع 30% كحد أدنى من نشاطها في المناولة تحت تصرف شركة المحلية مصار بدأته المجموعة بمنحها زيادة من ألفي سفقة بقيمة تتجاوز ثلاثة ملاير دولار منذ 2020 والهدف تقليل تكاليف اللجوء للخبرة الأجنبية أن سونطراك الآن أنشأت برنامج وهذا البرنامج ويقوم بتحفيز الشركات المحلية بحيث أن هذا التوجه يمكننا للشركات المناولة المحلية أن تساعد سونطراك على تخفيز كلفتها من العملة الصعبة وتحكم في التكنولوجيا وتشكل عقود المناولة الخدماتية في شتى مجالات النشاط نحو 13 مليار دولار سنويا من نفقات التسيير لأكبر مؤسسة اقتصادية في إفريقيا تكلفة باهظة ترغب مجموعة سونطراك لتحويلها كعائدة في حصلة الشركة المحلية عبر بوابة المناولة الصناعية والخدماتية ترجمة نانسي قنقر